الرئيس السيسي يؤكد استمرار جهود مصر للتهدئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان نيابة عن الرئيس السيسي رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديكتشوف تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي وذلك في ضوء حرص الدولتين على دعم الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتبادل لا سيما في مجالات الزراعة وإدارة المياه والصناعة بالإضافة إلى التعاون في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر وقد أشهد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية على شتى الأصعيدات وأكدا عزمهما مواصلة جهود تطوير التعاون المشترك تضمن الاتصال كذلك التشاورة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها التطورات في الشرق الأوسط وتم التوافق على خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخرا وأوضح الرئيس السيسي في هذا الصدد استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهديئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان منوها إلى أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي وفي مقدمته القوى الأوروبية المؤثرة للعمل على وقف التصعيد الجاري والانخراط في مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي وتحقيق الأمن المستدام لجميع شعوب المنطقة يشارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يقام في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من التاسع والعشرين حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري تحت شعار أفق لا متناهن الاستثمار اليوم لصياغة الغد تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماع عقده بحضور شريف الشربيني وزير الإسكان خلال الاجتماع عرض وزير الإسكان موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقاري بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العالمين الجديدة والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وغيرها عقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماعه الدوري مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة وموقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وأصدر وزير الإسكان حزمة من التكليفات لمسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات كما وجه الوزير مسؤولي الهيئة بضرورة تعزيز التواصل مع الشركات العالمية وجذبهم لإقامة مصانع بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توطين الصناعات محليا لتلبية احتياجات المشروعات وتوفير فرص العمل وتقليل فتورة الاستيراد كما وجه وزير الإسكان بضرورة توفير جميع الخدمات للمواطنين بالمدن الجديدة والإسراع بتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية أعلنت وزارة الداخلية بدء تلقي طلبات أداء فريدة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية المزيد في التقرير التالي تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريدة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية تقديم اعتبارا من الأربعاء الثلاثين من أكتوبر 2024 حتى السبت السادس عشر من نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مدريات الأمن تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقايد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك سيتم إجراء القرع العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمدرمين وعفقا للجدول الزمني الذي سيعلم من الإدارة العامة للشؤون الإدارية يقتصر آداء فريدة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريدة الحج وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يستبعد من الصفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت